في يدي السامسونج جالكسي زي فولد 2 بقارن الجهاز مع الفولد 1 وبقول لكم إذا أنا أنصح في شراء الجهاز السلام عليكم يا طيبين أنا خليفة الهارون معروفكم نسر كيوم مع رقمي تيفي وتذكرون لما سامسونج أعلنه الفولد 1 ماذا كثيرا كنا كنا مستنسين إن عندنا التكنولوجيا الجديدة ونقدر نفتح هاتف تذكرون فلما التلفون نزل في الأسواق وقدرنا نلعب مع الجهاز وقدرنا نفتح التلفون ونشوف شاشة كبيرة ندهشنا قلنا واو أعتقد الكثير من الناس لما شروا الجهاز عرفوا إن التلفون الجيل الأول وإنه بيعدلون في العيوب مع الجيل الجديدة والجيل الثاني مع الفولد 2 الصراحة عدلوا في تقريبا كل عيوب الفولد 1 وبقول لكم عن كل الميزات والأشي اللي أنا حبيتها عن الجهاز عادة لمشركات ينزلون تلفون جديد يسوون بعض التحسينات فقط صح؟ الفرق بين الفولد 2 والفولد 1 كبير جدا يعني تحسون إنها يمكن الجيل الثالث وليس بالجيل الثاني أولا خنركز على الهنج هاي الهنج هاي هالجزء يسمونه الهنج أول مفصلة أولا مغيرين في ميكانية فتح الجهاز فلما نفتح الفولد تشوفون إنها طريقة تفتح الجهاز وايض غير مقارتا مع الفولد 1 طبعا تشوفون مع الفولد 1 عندنا نوعية سبرينغ خنقول وتقدرون تشوفون إنه يبي يفتح يعني لما تفتحونه شوية الهاتف يبيك تفتحك هامل بس مع الفولد 2 أنتوا تقدرون تقررون شقد أنتوا تببون تفتحون الجهاز فطبعا فيه فرق بين الاثنين أنا ما كنت أمانع للسبرينغ الصراحة بس الحين لأننا عندنا هنج الجديد معناته نستفيد من فلكس مود يعني نستعمل التلفون كلابتوب صغير بس أتكلم عن هالميزة بعد شوي لأنه الصراحة واي مفيد وأيضا لأنهما مغيرين في الهنج معناته لما نفتح الهاتف الهاتف يكون مسطح تماما مع الفولد 1 مع الوقت من كثر ما نفتح ونسكر التلفون تلاحظون أنه فيه كيرف بسيط بس طبعا لو أنا أعوي الجهاز أكثر أقدر أخليه يكون مسطح بس نسمع لكم مع الوقت ما يكون فلات وأيضا اسمعوا اسمعوا وأنا ماسك الجهاز بحرك الجهاز في يدي بس شديد وأبيكم تسمعون الهنج يمكن تقدروا أن تسمعوا الهنج تسمعون؟ أنا بس قاعد أحرك التلفون شديد بس مع الهنج الجديد مستحيل مستحيل أسوي نفس الشيء قاعد أحاول أسمعكم فطبعا تقدرون تفتحون التلفون إلى النص وهي سمونا فليكس مود بوب لابتوب مود فليكس مود أحبيت هذه الميزة لأن لاحظت لما أنا قاعد في المكتب قاعد أتيب على الكمبيوتر أقدر أحط الفولد على الطاولة أقدر أشاهد فيديوهات أو أشاهد بعض التعليقات والكومنتات وأيضا لاحظت أني لما أنا منبطح على السوفة وما عندي ستند أقدر أشاهد فيديو وأنا مرتاح وأنا راقد طبعا في وائد ناس كانوا خايفين من الفتحة اللي في الزاوية مني عند الهنج بس مع الفولد 2 أم صغرين في الفتحة لأن الحين عندنا فتحة بس أصغر لو تذكرون مع الفولد 1 حطوا قطعة بلاستيك من الأسفل ومن الأعلى علشان يمنعون الإغبار نيدش في الهنج طبعا في الفولد 2 عندنا نفس البلاستيك من الأسفل والأعلى بس غير ذلك عندنا خنقل رموش أو بروش داخل الهنج وهاي أيضا يمنع الإغبار نيدش داخل الجهاز فحسنوا في التلفون حسنوا في الهنج وستعملوا نفس التكنولوجيا اللي في الزي فليب بس أفضل وأجدد وأقوى مع الفولد 1 على اليمين كانوا عندنا أزرار عشر رفع ونقصر في الصوت زر الطاقة وعندنا سيكوريتي البصمة لو تذكرون وشاهدتوا الفيديو السابق عن الفولد 1 قلت ليش مفرقين بين زر الطاقة وسيكوريتي البصمة مع الفولد 2 سمعوا الكلام هو عندنا زر الطاقة وسيكوريتي البصمة في نفس المكان فالحين بكل بساطة نقدر نفتح التلفون ونشغل الشاشة مع نفس الزر الحين خلنا نتكلم عن الزجاج لأنه عندنا وايد قزاز فيه التلفون من الخلف من الأمام وحتى داخل التلفون مع الشاشة الكبيرة والجميلة فمن خلف التلفون عندنا القوريلا غلاس 6 وايد قوي بس تشوفون من ناحية الشكل فروستي مثلج وهي سمونا مات وهي مثل الجالاكسي نوت 20 أولترا وأنا قلت لكم أن ذاك التلفون جميل 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 وهي جميل مثله وطبعا يمنع الشموغ غير ذلك أفضل طبعا من الرفلكتف أو الزجاج السابق لأنه ما أدري إذا يبين بس كنا نشوف كل البصمات فعلشان شديد أنا كنت حاط حماية على التلفون لأنه تعبت وانا أمسح التلفون الحين ما بنعاني من نفس المشكلة مع الماء ومن أمام التلفون عندنا القوريلا غلاس فيكتس هالتكنولوجيا الجديدة من شركة كورنينغ قالوا أنها أقوى زجاج مصنعين لحد الآن يمنع الشموغ وطبعا إذا التلفون طاح من يدك لا تحاطي المفروض أنه ما يتكسر يمكن يتكسر بس ما بيتكسر مثل القوريلا غلاس 6 لأنها أقوى وأيضا ترى عندنا حماية على الزجاج فشكرا سامسون شكرا للحماية فمن داخل التلفون عندنا التلفون أو الزجاج النحيف جدا مثل ما أعطونا في الجالكسي زي فليب مع الفولد كان عندنا الشاشة العادية سنقول بلاستيك بس الآن طبعا نحن عندنا الزجاج النحيف جدا لأن بعض الناس يشتكوا أنه يبون يركبون حماية على الشاشة الداخلية ترى مركبين لكم حماية يعني جاهز وإذا تبقون تقومون شيلون الحماية وأعرف أن معظمكم ترى بتشيلون الحماية لأن تبقون تشوفون الشاشة الجميلة جدا يعني بكل موضوعها إن زين فتكلمت عن الزجاج الآن خلنا نتكلم عن الشاشات الفرق السماء والأرض صراحة مع الفولد وون قلت لكم أن الشاشة كانت صغيرة جدا للدرجة أن أنا كنت أستعمل الشاشة الداخلية أكثر من الشاشة الخارجية الشاشة الخارجية بس للإنستغرام السريع وأيضا للمكالمات والتنبيهات الحين نقدر نستعمل فولد 2 كتلفون تقليدي إذا نحن بغينا ونستفيد من الشاشة الداخلية للفيديوهات بس طبعا تشوفوا الشاشة جميلة جدا والفرق ليس فقط في الطول حتى في العرض فمعنات أن الكيبورد أكبر أسهل للاستعمال مقارتن معه الفولد 1 وصراحة ما بيهم أن يكبرون في الشاشة أكثر من هاي لأن التلفون يكون وعريض وحاليا المسك في اليد ممتاز والحجم كان 4.6 إنش الحين 6.2 إنش فرق كبير نزين الحين لازم نتكلم عن الشاشة الداخلية سامسونج اسمعوا كل كلامنا كل اللي إحنا بغينا حطوه فيه التلفون ما أعجبك النوتش النوتش اللي بني شلناه الحين عندنا الهول بانش البزلز كبير صح خنصغر في البزلز تحديث الشاشة 60 هرتز لا 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 يا حبيبي 120 هرتز الحين وايد ناس اشتكوا وقالوا أن يببون حماية أو يببون يركبون حماية في الشاشة الداخلية يلا مراكبين حماية لكم جاهز بعض الناس كانوا يشتكون عن الجلي إفكت ما معناته لما الجهة اليمنى تحرك شوي أسرع من الجهة اليسرة الصراحة أنا ما لاحظها شيء مع الفولد 1 يمكن أنا محظوظ بس المفروض لأن الحين نحن عندنا الـ 120 هرتز مستحيل أن نشوف الجلي إفكت سموذة وحجم الشاشة الآن 7.6 إنش مقارنة مع الـ 7.3 إنش في الفولد 1 السبب نسمى قلت لكم لأن التلفون شوي أعرض معناته أن الشاشة الداخلية كبرت من زاوية إلى زاوية وفعلا الشاشة الداخلية 120 هرتز بس للأسف الشاشة الخارجية 60 هرتز فكنت خايف أنه بيزعجني وايد بس الصراحة إنس أوكي طبعا مم بمعناتنا ما لاحظ الـ 60 هرتز لما أسوي سوايب أو أفتح تطبيقات ألاحظ هالشيء بس ما زعجني وايد بس طبعا كنت أتمنى لو 120 هرتز أيضا وهل التلفون مناسب للجيمينج بصراحة نعم المعالج اللي في التلفون السناب دراجون 865 بلس نعم سوتي وقولوا الحمد لله لأن ما عندنا الأكسينوس حتى في شغل الأوسط بيعطونا السناب دراجون 865 بلس من ناحية الرام أيضا عندنا 12 جيجا بايت وطبعا غير الشاشة الخارجية عندكم طبعا الشاشة الكبيرة جدا فخلوني أفتح PUBG كمثال أفتح الجيم لونجر نفتح PUBG وتقدرون تستعملون التلفون كتلفون تقليدي طبعا بيكون عندكم البزلز على اليمين واللي صار بس إذا نفتح التلفون شرايكم 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 كنتم أقول واو فلا يعني ولأ وهل التلفون مناسب للجيمينج طبعا عندنا السناب دراجون 865 بلس نعم تقدرون ترتاحون لعب دراجون عندنا 12 جيجا من الرام ولعبت عدة لعبت بب جي لعبت فورتنايت لعبت ستريت فايتر أسفلت وحتى حملت اللي يسمونه البي بي اس اس بي بي وهي الاميوليتر عشان ألعب ألعب البي اس بي ولعبت متل سلاقي فإذا تبدون تقدرون تلعبون ألعاب نينتندو سوبر نينتندو كل شي مع الجهاز تستغلون الـ 120 هرتز تقدرون تستعملون الشاشة الخارجية براويكم مثال الحين خننفتح خنقول الـ Game Launcher نفتح أسفلت وتشوفون إن اللعبة بتشتغل أيضا تحسنوا في البطارية البطارية أكبر 4500 ميلي أمبير مقارنة مع الفولد وان كان 4380 ميلي أمبير وأيضا عندنا الشحن السريع 25 واط مع الفولد وان كان 15 واط معناتها هي أسرع منه وأيضا عندكم الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي فتقدرون تشحنون البودز لايف كمثال طبعا مع الفولد وان قدرت أستعمل التلفون حق يوم كامل ولأن البطارية أكبر طبعا أقدر أستعمل التلفون يوم كامل مع الفولد 2 أيضا وما في وائد ناس تكلموا عن السماعات بس أنا بغيت أركز سماعات لأن عندنا سماعتين من الأعلى والأسفل أو اليمين واليسار يعتمد إذا تستعملون الجهاز تشديه لما تلعبون أو تشاهدون فيديو وسامسونج قالوا أن هاي أفضل سماعات حطوها في أي تلفون لحد الآن والصراحة أنا أوافق معهم لأن الصوت واضح نقدر نسمع البيس نقدر نحس أن التلفون يحتز شوية فنقدر نحس في الصوت أيضا والصوت وائد عالي في الماكسيموم الشغل عدل يا سامسونج السماعة ممتازة الآن سأتكلم عن السوفتوير وبعدين سأتكلم عن بعض العيوب والأشي التي تحسنون فيها وأجاوب على أسئلتكم نزيل فخلنا نتكلم أكثر عن فليكس مود فلو أنا أعوي التلفون ومسكت شذي تشوفون أقدر أشاهد الفيديو مني وأيضا أقدر أشوف التعليقات أو الكومنتات من أسفل الشاشة فنسمع قلت لكم تقدرون تنبطحون وتشاهدون فيديو إذا أنتم بغيته عندي مثال ثاني وإذا أنتم فتحتوا التلفون تلقائيا تحول إلى فل سكرين وهي الفليكس مود خلوني أرويكم بعد مثال مع الكاميرا ففعلت الكاميرا أقدر أستفيد من الشاشة الكبيرة بس إذا بغيت أقدر أفعل فليكس مود وأقدر أشوف كل شيء من أعلى الشاشة ومن أسفل الشاشة أقدر أشوف الصورة السابقة وأيضا عندي أزرار علشان أصور فيديو وحتى صورة عادية وأقدر أحول بين اللنزات بس اللي خليني أستفيد من الفليكس مود طبعا أقدر أحط الكاميرا على الطاولة وأقدر أختار مثلا فيديو مود وأصور نفسي بدون ستاند حلو وهو نفس الشيء مع الجالري إذا أنا بغيت أقدر أحول إلى فليكس مود أقدر أشوف الصورة الأعلى وأقدر أستعمل الجهة كماوس وأقدر أغير أبين أصور مود نفسي أصور فل HD 120 فريم في الثانية في Pro مود فقط مع Fold 2 والصراحة الفيديو جيد سموذ ماذا رأيكم فلا جيد سموذ وتقرون ترى التركيز الفوكس جيد سريع حتى 120 فريم في الثانية واو الآن نفسي فل HD 30 فريم في الثانية وطبعا نقدر نسوي زوم مرتين بكاميرا العادية وأيضا عندنا الأولترا وايد عند تمشى سمعوا صوتي سمعوا الأي سي هل تقدرون تشوفون فرق في الجودة والألوان وطبعا تقدرون تصورون 4K 60 فريم في الثانية مع الاثنين ولكن ما تقدرون تغيرون بين العدسات فقط مع 30 فريم في الثانية الآن سأحول إلى فيديو آخر مع البرو مود ليش لأن نقدر نصور 120 فريم في الثانية مع الفول HD فقط مع الفول 2 نزين الآن أنا قاعد أصور فول HD 60 فريم في الثانية قاعد أتمشي بيكم تشوفون وأيضا أصور 4K 60 فريم في الثانية مع التلفون بعد استعمال العدسة العادية نزين الآن نصور Full HD 30 فريم في الثانية مع واي نزين الآن نصور Full HD 30 فريم في الثانية وطبعا نستطيع نقوم زوم مرتين لكاميرا العادية وأيضا عندنا Ultra Wide تمشي سمعوا صوتي سمعوا الـ AC هل تقدرون تشوفون فرق في الجودة والألوان وطبعا تقدرون تصورون 4K 60 فريم في الثانية مع الاثنين ولكن ما تقدرون تغيرون بين العدسات فقط مع 30 فريم في الثانية الآن سأحول إلى فيديو آخر مع Pro Mode لماذا؟ لأن نستطيع نصور 120 فريم في الثانية مع Full HD فقط مع Full 2 الحلو أيضا مع التلفون لأن لدينا شاشتين ومراكزين نسما قلت لكم على السوفت وير إذا فتحت الكاميرا أضغط على الزر الذي مني ويجعل الشخص الذي تصور يشوف نفسه أو إذا تستغل الكاميرا الرئيسية تستطيع تصور نفسك وتشوف نفسك عن طريقة السوفت وير أيضا نفعل الشاشة الخارجية لأن تصور أشخاص يشوف أنفسهم بس أيضا إذا تستعمل الكاميرات الرئيسية للسوفي وهذا شيء حلو لأن أنتم عارفين لما تستعمل التلفون تقليدي طبعا إذا تستعمل الكاميرا الرئيسية يمكن تضيعون ويمكن أنت تكونون خارج الصورة وطبعا مع التلفون عندنا split screen فنقدر نفتح أكثر من تطبيق ونستعملهم في نفس الوقت ففتحت البراوزر موقع رقمي tv.com الآن أفتح يوتيوب وبحط يوتيوب على جنب فأستعمل الجهة اليسرى مثلا حق البراوزر الجهة اليمنى لليوتيوب وإذا أنا بغيت أيضا ألمس النقط اللي في وسط الشاشة وأقدر أحول في الوريينتيشن معناها أحط يوتيوب من أعلى والبراوزر الأسفل فعلى كيفي أنا أتحكم وشوفوا أقدر أشاهد الفيديو وأقدر أتصفح في نفس الوقت وأيضا بغيت أرويكم إذا أنا بغيت أعكس بين الفيديو والبراوزر بسهولة أقدر أضغط على الزر وغير باللاثنين وأيضا إذا أنا بغيت أتصفح القلري مالي وأشوف الصور أقدر أفتح ثلاث برامج في نفس الوقت حلو ومن بس ثلاث برامج الحين بفتح القلري مرة ثانية وإذا أنا بغيت خينقول بفتح الصورة مني عشان أقدر أشوفها وأيضا بغيت أفتح game launcher شرا أتصفح وأشاهد يوتيوب وقعد أشاهد الصور اللي عندي وقعد أشاهد الألعاب اللي على تلفوني في نفس الوقت يعني ما توقعت إن قدرت أسوي هالشي مع جوال بس يلا وصلنا 2020 قريب 2021 بعد والله العظيم يا قدع قدع داب يسمح قد غريبا وفي وائد ناس هم يحبون انستغرام انتو منهم لا تنسونا التابعون الرقمي تيفي لو سمحتوا لما كنا نفتح انستغرام في الفولد وان وبغينا نشاهد الستوريز أو القصص كان يقطع من أسفل الستوري وأعلى الستوري فحلوا هالشي مع السوفتوير فالحين لما أنا أفتح انستغرام تشوفون انه عندنا الديجيتل بيزل على اليمين والليسار والحين ما يقطع الستوريز نزل الحين أنا بجاوب على أسئلتكم عطيتكم فرصة علشان تسئلون أسئلتكم عن طريق تويتر فلا تنسون التابعون رقمي تيفي إن شاء الله جوابت على معظم الأسئلة بس أعتقد أن بعضكم تابعون تعرفون أشياء أخرى مثلا إحساس التلفون في اليد فهل التلفون مريح للاستعمال باليد الواحد صراحة نعم أستعمل التلفون ببساطة وطبعا عندي الجسترز فعلا التلفون شوي أعرض وبعض الناس يقولون كأن عندنا سندويت تلفونين لا ترى لو أنت حطيتوا نوتين فوق بعض بتشوفون أنهم أمتن من الجهاز التلفون أنحف طبعا من تلفونين بس بشكل عام الإحساس وائد حلو نزين السؤال الثاني هل التلفون ثقيل التلفون أثقل طبعا من تلفون تقليدي بس الثقل حلو يعني أحسني ماسك شيء بجودة عالية تعرفون لما ماسكين شيء حلو وصلب وايد حلو يعني التلفون مو بوايد ثقيل لدرجة أنه رايح الجيم لما أجاوب على المكالمات لا بالعكس فالتلفون مو بوايد ثقيل والإحساس حلو في اليد تقولون أن الثقل يذكرني في ثقل رولكس فهي يعطيكم فكرة فكرة عن الثقل والجودة نزين فالسؤال الثالث هل التلفون أفضل من الفولد طبعا التلفون أفضل بكثير وأنا شرحت لكم عدة أسباب ليش التلفون أفضل من الفولد ون عندكم بعض الفروقات مثلا قبل لما تشترون الفولد ون كان يب 512 جيجا بايت من الذاكرة الحين يبتدي من 256 جيجا بايت فهي نص الستوريج أيضا الأولترا وايد 12 ميجابيكسل الحين الحين مع 16 ميجابيكسل مع الفولد ون ولكن الصور لحد الآن يعني أقدر أقول لكم أن الصور ممتازة أيضا أقدر أقول لكم أن قبل كان عندكم 4G وال5G فعندكم الاختيار بين التلفونين الحين التلفون 5G يعني ما عندكم إلا 5G فمعنات لو تقارنون السعر مع الموديل السعر متساوي لأن قبل كانت تدفعون مثلا 2000 دولار بدون 5G ونفس ما أنا ذكرت الشاحن 25 واط مقارة مع 15 واط وحتى الشحن اللاسلكي قبل 11 واط والحين 15 فيه تحسن وطبعا التلفون أفضل من الفولد 1 السؤال الرابع هل عندنا السناب دراجون والإكسينوس عندنا السناب دراجون 865 بلس رايحوا بالكم هل التلفون مضاد للماء لا التلفون مضاد للماء فتحمله أبيكم تعتنون فيه الجهاز أنزين لا تسبحون مع الفولد 2 إنزين سؤال آخر هل إحنا نحس في الطية يعني الكريس اللي في وسط الشاشة الصراحة نعم تقدرون تحسون في الكريس ولكن أقل من الفولد 1 وأيضا بتشوفون أو ما بتشوفون الكريس الصراحة لما أنتوا تشاهدون الشاشة يعني على طول direct ما بتشوفون الطية بس طبعا مع انعكاس الضوء خلوني بس أطفي الشاشة تقدرون تشوفون الطية في وسط الشاشة بس الصراحة مين يستعمل تلفون من محد نزين فإي نعم تقدرون تحسون في الطية أنا ما مانح الشيء وأقل من الفولد 1 هل أنا أنصح في شراء الفولد 2 إذا عندي الفولد 1 الجواب وإذا أنا أحط الفلوس على جنب حق دقيقة الجواب نعم إي نعم تحسن كبير فإي نعم أنصح في الأبغراد وشنو عيوب التلفون طبعا لما شفتوا الانبوكسنج لاحظتوا أن ما عندنا سماعات لاسلكية ما عطونا البدز مثل ما عطونا مع الفولد 1 ولكن إذا سويتوا البري أوردر الطلب المسبق يعطونك البدز مجانا بس طبعا إذا شريتوا بعدين ما بيعطوكم البدز فللأسف ما عطونا البدز في العلبة وأيضا ما عطونا حماية في العلبة مثل ما عطونا مع الفولد 1 ولكن تلاحظون أنا شلت الحماية من الجهاز كنت مراكبة في البداية لأن ما كنت متأكد إذا التلفون يكون قوي ويستحمل الاستعمال اليومي العادي ولكن الصراحة التلفون جامد هل كنت أتمنى لو عطونا حماية مع الفولد 2 حلو بالصراحة حتى لو عطونا الحماية أعتقد أنه لا تستعمله لأن إحساس التلفون جيد وما يمتن الجهاز أكثر في الشي يمكن أن يقوم مع الفولد 3 عندي بعض الإختراحات وعند ملاحظات على الفولد 2 يمكن 120 هرت لتشاشة الخارجية أيضا يمكن يتحسنون في هالشي أو إذا يمكن يقوم الشاشة الداخلية نوتباد زين أنت تكلم قد طبعا لو يقدرون يصغرون البمب للكاميرا لأنه صراحة وادي كبير إذا يقدرون يكبرون في البطارية زين يعطون 5000 ميلي آمبر وأعتقد أنه يتحسنون في هالشي إذا يمكن يضعون البصمة داخل الشاشة الأمامية يمكن لها يكون شي حلو بس غير ذلك أنا ما يعرف ما يقدرون يغيرون في التلفون طبعا يتحسنون في الكاميرات طبعا يغيرون في قوة الجهاز يعطون المعالج الجديد هاي أشياء نتوقعها في أي جهاز بس الصراحة لحد الآن أعتقد أن الفول 2 جريب يكون بورفكت بس يا سامسونج في أمريكا إذا الشخص راح إلى متجر سامسونج وعنده فولد ويبدل الفولد لفولد 2 أنتو تعطونهم 800 دولار خصم ممكن أن تعطونا نفس البرنامج في الشرق الأوسط لو سمحتوا فهل أنا أنصح في شراء الفولد 2 نعم أنا حطيت السيم كارد الرئيسي في هالجهاز لأن أنا حبيت التلفون ويد عندي تلفون عندي تابلت عندي كمبيوتر عندي جهاز للجيمينج كل شي في واحد وطبعا البطارية قوية أيضا فمن ناحية طبعا حبي للجهاز حبيت التلفون ويد 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 بكل بساطة بس الآن نتكلم عن السعر مع الفولد 1 أنا قلت لكم إذا تصرفون 2000 دولار على الجهاز معنات أن أنتم محبين التكنولوجيا وتابون آخر التكنولوجيا في يدكم من ناحية المواصفات والأشي في الجهاز عرفنا أن يتحسنون مع الفولد 2 الحين مع الفولد 2 طبعا نفس السعر 2000 دولار أسمى دائما أنا أقول لكم يعتمد عليكم أنتم هل أنتم جاهزين تصرفون هالمبلغ يمكن أنتم تابون تشترون نوت 20 ألترا وتشترون تابلت وتمسكون جهازين أو يمكن تابون تشترون جهاز واحد ويكون عندكم شي فلى في يدكم بس أنا أسمع منكم هل أنا ما ذكرت شي هل في عيب للجهاز وأنا ما ذكرت قلوا لي في أسفل الفيديو علشان أنا أتعلم منكم وقلوا لي هل تدرون تبررون سعر الجهاز مدام هم معدلين في معظم الأشياء ومعظم الأخطاء والعيوب في الفولد 1 أيضا قلوا لي في أسفل الفيديو نزيل الغالين فأنا عارف أن أنا طولت عليكم ويد وصراحة قدرت أتكلم أكثر عن التلفون بس ما بغيت أسوي فيديو بمص ساعة بس 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 أسوي لكم فيديو هات أخرى بتكلم عن الكاميرات بتكلم عن الفيديو بتكلم عن الترايكينج والسيتينج اللي في التلفون وأشي أخرى بس نسمع لكم أبي أسمع منكم في أسفل الفيديو لكي تعطوني بعض الأفكار للفيديو الثاني الفيديو اللي أصور في مستقبل نزيل الغالين عارف أن أنا طولت عليكم سامحوني بس بغيت أشارك معكم أرائي عن الجهاز ومعظم الناس سووا فتح العلب ومعظم الناس كانوا يسوون الفروقات بين الفولد 2 والفولد 1 والأشياء اللي أنا حبيتها عن الجهاز وبعض المشاكل فإن شاء الله أنتم حبيتوا الفيديو وإذا حبيتوا الفيديو عطونا لايك وإذا لم حبيتوا الفيديو بس حبيتوا الجهد تقدرون الجهد عطونا لايك وإذا تشاهدون آخر الفيديوهات في أسرع وقت لا تنسون تسوون سبسكرايب ويلغاليين دائماً أقول لكم في كل فيديو شكراً 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 أنتم من أطلب الناس وتساعدونا علشان نستمر وعلشان نسوي هلنواع من الفيديوهات شكراً ومع السلامة